نقول فضيلة الشيخ وفق لكم الله هذه امرأة تقول أنا امرأة مريضة ومتعبة ولدي أطفال ولدي عاملة تقوم على شؤوني وأطفال امرأة مريضة امرأة مريضة ومتعبة ولدي أطفال ولدي عاملة تقوم على شؤوني وشؤوني أطفالي ولا أستطيع الاستغناء عنها أبدا وزوجي يرغب في السفر لأقاربه لكنه يمانع من اصطحابها معنا لحجة عدم المحرم علما أن زوجها يعمل هنا في الرياض وحاجتي إليها في السفر آكد من الحضر فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نفطخبها بلا محرم أو يجوز لي خذوا زوجها معكم أدم موجود خذوه معكم تقول وإذا رفض زوجي فهل يجوز لي أن لا أسافر معه وهل أكون آثمة بهدم السفر معه إذا كنت ما تستطيعين السفر معه فأنت معذورة مريضة ما تستطيعين السفر أنت معذورة أما إذا كنت تستطيعين السفر فلا يجوز لك معصيته